تعد بذور الشيا من الأطعمة الخارقة التي اكتسبت شعبية واسعة في السنوات الأخيرة وذلك لاحتوائها على كمية هائلة من العناصر الغذائية التي تفيد الجسم بأكمله عزيزي المشاهد انزل اشترك وعمل لايك أمر مهم ليستفيد غيرك فما هي بذور الشيا؟ هي بذور صغيرة سوداء أو بنية تستخرج من نبات الشيا وهو نبات موطنه الأصلي أمريكا الجنوبية تعرف بذور الشيا بطعمها اللطيف وقدرتها على امتصاص الماء وتحويلها إلى هلام شبيه بالبيض مما يجعلها مكونا مفيدا في العديد من الوصفات فوائد بذور الشيا تعزيز صحة القلب تعد بذور الشيا مصدرا غنيا بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساهم في خفض ضغط الدم وتنظيم مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب تحسين صحة الجهاز الهضمي تحتوي بذور الشيا على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم ومنع الإمساك وتعزيز صحة الأمعاء تعزيز صحة العظام تعد بذور الشيا مصدرا غنيا بالكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام ومنع هشاشة العظام تعزيز صحة الدماغ تحتوي بذور الشيا على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد على تحسين وظائف الدماغ وتعزيز الذاكرة والتركيز والتعلم تحسين صحة البشرة تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسيدة التي تساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس وتقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة تعزيز صحة الشعر تعد بذور الشيا مصدرا غنيا بالحديد الذي يساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه المساعدة في إنقاص الوزن تساعد بذور الشيا على الشعور بالشبع لفترة أطول مما قد يساهم في تقليل السعرات الحرارية المتناولة وبالتالي إنقاص الوزن تعزيز صحة الجهاز المناعي تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسيدة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي ومحاربة العدوى طرق استخدام بذور الشيا يمكن إضافة بذور الشياء إلى العديد من الوصفات مثل العصائر والزبادي والحبوب والسلطات والمعجنات والحلويات كما يمكن طحن بذور الشياء واستخدامها كبديل للبيض في بعض الوصفات الآثار الجانبية لبذور الشياء بشكل عام تعد بذور الشياء آمنة للاستهلاك إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب بعض الآثار الجانبية مثل الإسهال الغثيان انتفاخ البطن الحساسية الجرعة الموصى بها ينصح بتناول واحث النيم ملعقة كبيرة من بذور الشياء يوميا في الختام تعد بذور الشياء من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية وتقدم العديد من الفوائد الصحية يمكن دمج بذور الشياء بسهولة في النظام الغذائي مما يجعلها خيارا ممتازا لتحسين الصحة العامة ترجمة نانسي قنقر